ممكن يبقى فيه في دماغك مليون فكرة بتحاول تعطلك تفرملك عن النزول ممكن يبقى فيه من ضمنها افكار من نوعية او ماركت يعني انا صوتي فارق واخد بالك فيه ناس كتير بتقعد تغزي الفكرة دي يعني يقولك ايه يا سيدي جات عليك بص انا في النقطة دي تحديدا انا دايما بشوف ان صوت اي حد فارق ازاي؟ بمعنى انه الفرد يكون الكل ما هو في النهاية خالص الفرد المواطن هو اللي بيكون وطن قوامه 105 مليون بني آدم 105 مليون نسمة فانت صوتك دايما فارق لانه لو احنا اعتمدنا فكرة صوتي انا مش فارق وضربنا ده فعشر تلاف بني آدم يبقى فيه عشر تلاف بني آدم مقدلوش بأصوتهم ويمكن يكون الصوت الوحيد اللي فارق فيه نجاح مرشح من غيره هو صوت سيادتك ودي مسئولها كبيرة جدا يعني تخيل هنفترض انه مرشحك انت انا مش اقول اسماء احنا في صمت انت خابي مرشحك انت عند اعلان النتيجة وجدت ان فاضل صوت واحد بس وكان ممكن يحصل مثلا تعادوا الاصوات فينزل اعادة انا اعتقد دايما انه اول ظن يجي على بالك هو انه ده بسببك لانك منزلتش فالمرشح بتاعك ما فازش مثلا صوتين فرقوا في الفوز طيب من ناحية تانية علشان برضو مسألت يا ترى يا هل ترى هو انا صوتي فارق هقول لك ده بديجي ده اخد زاوية اخرى الا وهي الوزن وزن الطيارات السياسية الاوزان الانتخابية يعني المرشح الف وزنه مثلا كام تسعة مليون صوت المرشح به وزنه كام سبعة مليون صوت المرشح جيم وزنه كام مليون صوت المرشح دال وزنه كام اتناشر مليون صوت هنا انا بقيت فاهم هذا الطيار هذا الحزب هذا المرشح وزنه في الكتلة التصوطية قد ايه ده مهم جدا 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 لانه البعض يجي يقول لك يا سيدي مش مشكلة هتفرق في ايه ده اكيد اكيد كذا ده اكيد اكيد كذا بالمناسبة هي القصة مش في اكيد اكيد من عدمه هي القصة ان انا عايزة بقى عارف يا ترى هل ترى الناس اللي هتروح تدي صوتها لمرشح من المعارضة كام مليون بني ادم ده مهم مهم عند هذا المرشح ومهم عند الحزب اللي هو بيمثله ومهم عند الطيار اللي هو بيمثله يا ترى هل في مستقبل مثلا لليسار المصري هل في مستقبل ليسار الوسط هل في مستقبل للليبراليين هل في مستقبل للأحزاب التاريخية هل في مستقبل قد كده للمستقلين وما إلى ذلك